سيد جمال علامي النهاردة وعدوا أنه يستكملوا لأنه مبارح قالوا العشرة يرضى ما كانتش مظبوطة بس أنا متفاهم أنه ما عندكوش رزاز وأنا بوعيدكم من أول الموسم هيكون عندكم أدوات سيد جمال أقر كان معهم في جزء من الاجتماع وقال له مستر جمال وكي قال له وكي أنه هم هيجيب لهم من أول الساعات لغاية الرزاز قال لهم شكل الحكم وأدواته يرفع حققهم حصل حصل بس ألهم حاجة مهمة برضو قال لهم أنا عايز منكم عشرة في الحية إلى نهاية الدور الحالي أقدر أطلب لكم كامل الحقق قدام رئيس الاتحاد وأقرر رئيس الاتحاد وده حسنا أنفعل يعني الحية وبالتالي أنا زي ما قلت لحضراتكم مكابت الإسلام يعني ابتسام لي ابتسامة رضا أنا حبيتها يعني النهاردة فيه لأنه فعلا الصح لا الصح ملوش يعني فعلا مخرجين حلوة نغة العيون لا لا يعني الفاكرة نبي نظرة رضا عبد لا لا خالص أحنا برضو بيسمح لنا الراجل أنه نحن بفيه نقد بيتحول هو للراجل اللي هو الفير اللي هو ملوش داعه بيأخذ الجانب الآخر بيقوله أن الناس تحتاج لها على اللي عملون لابد موسم استثنائي لأن دور السور أفريقيا السنة اللي بعدها أقروا هم ده النهاردة أقر ده سيد جمال علام خاصة أن فيتوريا والراجل كاتنبرج ومدرب الشباب اتفقوا على موسم بيسموه موسم رست للكرة المصرية من الناشئين للكبار وإلا هتفقدوا أشياء كثيرة إحنا شايفانها كويسة هم حسين أو السيد جمال علام تقريبا نقلهم يا أستاذ محمود أن الأندية في طريقها للبحث أما وإنك هتدي له نموذج كويس ما قال وتاخد عليه موافق عبد الحكيم هي وفق عليه لابد من موسم توفقك يا كابتن لابد ترجمة نانسي قنقر